أكد وزير الخارجية سمح شكري أن الجامعة العربية أكدت أن المساس بالوضع القانوني والتاريخي للقدس أو المسجد الأقصى هو أمر مرفوض وخلال فعاليات اجتماعي مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقهرة شدد شكري على دعم حال القضية الفلسطينية بناء على شرعية الدولية من خلال تأسيس الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عاصمتها القدس الشرقية وتحذر من أن اللجوء للعنف وإراقة دماء الفلسطينيين لن تفدي إلا إلى المزيد من تأجيج العنف والمزيد من التوتر في المنطقة بأكملها وحذرت الجامعة العربية ولا تزال من أن المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا وأكدنا ولا نزال أن المساس بالمسجد الأقصى بمساحته الكاملة ومحاولة تقسيمه زمنيا أو مكانيا هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا فهو كان وسيظل مكان عبادة مخصصة للمسلمين ترجمة نانسي قنقر